المجموعة الربعة من الشقوق القائدية المجموعة الربعة من الشقوق القائدية مع هيدروكسيد الأمونيوم مع كولوريد الأمونيوم في وجود كابريتيد السوديو زي ما احنا شايفين كده تكون راصب أسود من كابريتيد الكوبلت طيب لو جينا في حالة النيكل هناخد جزء من أملاح النيكل مع هيدروكسيد الأمونيوم مع كولوريد الأمونيوم في وجود كابريتيد السوديو زي ما احنا شايفين أيضا تكون راصب أسود ده في حالة النيكل لبقى في حالة الكوبلت وفي حالة النيكل تكون راصب أسود طيب لو جينا في حالة المنجنيز هناخد جزء من أملاح المنجنيز مع هيدروكسيد الأمونيوم مع كولوريد الأمونيوم في وجود كابريتيد السوديو زي ما احنا شايفين كده تكون راصب وردي باهت أو بصلي من كابريتيد المنجنيز طيب لو جينا في حالة الخرصين في حالة الخرصين هناخد جزء من أملاح الخرصين محلول هيدروكسيد الأمونيوم محلول كولوريد الأمونيوم محلول كابريتيد السوديو زي ما احنا شايفين كده تكون راصب أبيض جيلاتيني من كابريتيد الخرصين طيب احنا قلنا في حالة الكوبالت وفي حالة النيكل بيدينا راصب أسود طيب نفرق ما بينهم إزاي في بعض التجارب التأكدية اللي بتفرق لنا ما بين اللي اتنين فلو خدنا أملاح الكوبالت مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم مع محلول الدي ام جي هناخد جز أملاح الكوبالت هيدروكسيد الأمونيوم الدي ام جي زي ما احنا شايفين كده في حالة الكوبالت طيب في حالة النيكل في حالة النيكل ناخد جز من أملاح النيكل مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم مع محلول الدي ام جي زي ما احنا شايفين كده تكون راصب أحمر ده في حالة النيكل بعكس أملاح الكوبالت ما دناش اللون الأحمر ده فدي تجربة تأكدية بتقدر تفرق لنا بين أملاح الكوبالت وأملاح النيكل طيب فيه كمان تجربة تأكدية تانية ممكن تفرق لنا لو خدنا جزء من أملاح الكوبالت مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم فبيدينا راصب أخضر طيب لو خدنا جزء من أملاح النيكل مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم بدينا راصب أزرق الراسب ده ممكن بيدوف في زيادة من هيدروكسيد الأمونيوم زي ما احنا شايفين كده كل ما بزود هيدروكسيد الأمونيوم الراسب بيخف أو اللون بيخف دي كمان تجربة بتقدر تفرق لنا ما بين الكوبالت والنيكل فيه كمان ممكن تجربة تأكدية تانية نعملها ودي بتبقى خاصة بالخارصين فلو خدنا جزء من أملاح الخارصين مع محلول حديدو سيانيد البوتاسيو زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أبيض جيلاتيني من حديدو سيانيد الخارصين هذا الراسب شحيح الزوابان في الأحماط المخففة طيب برضو فيه تجربة ممكن نعملها تاني ناخد جزء من أملاح الكوبالت مع محلول هيدروكسيد والسوديوم زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أزرق في حالة الكوبلت هذا الراسب عبارة عن هيدروكسيد الكوبلت طيب نشوف في حالة النيكل زي ما احنا شايفين كده في حالة النيكل تكون راسب أخضر باهت من هيدروكسيد النيكل طيب لو شفنا في حالة الخارصين زي ما احنا شايفين كده تكون راسب أبيض جيلاتيني من هيدروكسيد الخارصين وبكده نكون انتهينا من دراسة المجموعة الرابعة من الشقوق القاعدية ترجمة نانسي قنقر